السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم وأو صلي وأو سلم علي بي الكريم سلام عليكم اليوم من مطبخة بوساج لدينا بي لدينا وصفة الكبدة أو الطريقة السهلة لنشوي بها الكبدة خاصة للناس اللي بيخدموش بالفحم وصفة سهلة سارعة بسم الله ما شاء الله اليوم لدينا كبدة الدجاج ورح مطبخة بوساج لعنابي رح يجعلها كبدة خاروف يعني بواحد لستيوس بجيكم تضوق كبدة خاروف بسم الله ما شاء الله نروحوا كيفية التحضير هنا أنا عندي بستين الف كبدة غسلتهم مليح نحط لهم هذلك المرارة نحط لكم الشحم فتحت القلب على اثنين نحط لهم الدم تيعو غسلتهم حطيت ملعقتين تخل خليتهم 11 دقائق ورجعت نصفيهم كما كم تشوفوا هنا هنا أنا رح نغسلهم ممليح من ذلك الخل والدم الذي ينزل نرمي هذلك الماء ونعاود نشللهم مرة أخرى نغسلهم ممليح مليح مليح هكذا حتى تتنحى يعني كل هذلك الأدوية تدجاج وهنا رح نبدأ نغسلهم مرة أخرى باش نتخلصوا هذلك الروائح ونتخلصوا من الخل اللي حطيناه في وسط الكبد نصفيهم كما كم تشوفوا حاجة سهلة نزيد نصب عليهم الماء هكذا ورح نجيب سكين ونبدأ نحي هذلك الأماكن بالاخضرار يعني أماكن مرارة باش كين طيب والكبدتين بجيناش مرة شوفوا هنا رح ننحيهم حاجة دابل سكين أمن فوق فقط يعني نحوه القشرة هذلك الخضرار هي متأطرش ولكن ما عليش نيفيتي هذلك الامرارة وننحيهم كامليا بهذه الطريقة وصفة صدقوني ما شاء الله وكأنها كبة خروف تقدروا أنكم تستعملوها هكذا يعني كبة الخروف تستعملوها هكذا هنا جبت كمية من الشحم كان عندي في المجمد حطيت كمية زيت قصيت هذي الشحمة هكذا باش تدوب يعني يليه ليه وشعلت على النار هكذا تعطيني الضوق تعل خروف أو كبدة الخروف جي صدقوني أنا بهرت في النتيجة الضوق والله نقولها كبدة الخروف نبدأ ندوب هذي الشحمة ونجيبو الكبدة ونحطوها في المقلات نغيقرو � trouventions بعد هذه الهاتف تشايفون تخرج الفزيين م SAT كلفزيين ضلع جلس طلع استعزة هنا نضع كمية من الملح كمية من الكمون كمون من الترش وأنتم يعني كروا حدوا ضوقوا لأن الكمونة طيدة مشاء الله في الكبدة الضوق روعة ونزيدوا هنا نضيفوا كمية صغيرة تع فلفل أزود هكذا ونبدأ نحرك للكبدة تيها هذه في المخلات تعرفوا كبدة ما فيها شروا حني الطيب ليهليه شوفوا خرج الماتح الماتح هذك نحتاجوه رح نحيوه على جنب ونبعد نقول لكم ماذا تعملوا به هنا نجيب سكينة ونبدأ نقص في الكبدة هذيك إلى القطاع الصغيرة هكذا الكبدة أكيد طيب يعني نقدر نقصوها وما تفتتش يصير الغزقين أيضا نحيوه للطيب هنا نجيب ملعقة ونجيب بول صغير ونحيو هذا الجي الذي يبطع الكبدة نحطوه هكذا ونحطوه على جانب شوفوا من بعد يعني ينديلوا هذك السوندويتش او الكاسكروت هنا نجيبو هذا الجي ونحطوه لداخل باش الكاسكروت ميجي الشايح يجي صدقوني قمة قمة في الضوق روعة هكذا نحيه كامل ونخلي هذي كبدة تنشف شوية بعد ذلك نروح بقية الفيديو بسم الله ما شاء الله رائحة تقول تاخروف نغطيها باش تبقى سخونة بأليمنيوم هكذا اللي عنده غطاء يغطيها بغطاء او يعني بأليمنيوم وش عندك في البيت تقدري تغطي به هنا نجيبو الخبز تعنا اللي كنا اخدمناه معاكم في الوصفة السابقة خبز ما شاء الله تعشيوه جاء ولا اروح صدقوني خبز خفيف خفيف ضريف بسم الله ما شاء الله نقصوه بسكينة هكذا شفوه تقص بكل سهولة والداخل رو فارغ فارغ بسم الله ما شاء الله الفارح في هذيك الفيديو كنت قصيتي معاكم كمية من الخبز ولكن تحدف لي المقطع اليوم رو شوفو كوش بعينيكم شوفو الخبز كي فاهرة وفارغ لداخل ما شاء الله نجيبو هنا كمية هرسة بالطبع اللي يحب الهرسة وهي ضوقة ما شاء الله الهرسة يعني نستعملها هنا اسمها هروس تتباع في علبة صغيرة وعلبة كبيرة هروس قمة قمة في الضوق بنينة بنينة وشوية حارة يعني ما هيش كمة الهرسة الأخرى لنقصة حرور ولي عندهم هرسة في الضار خدمينها تكون أحسن وأحسن نحط هرسة تاعي ولي حب يحط مايوناز ولو انه أنا المايوناز ما نحبهاش في الشواء وما هيش يعني حاجة صحية وما هيش حاجة يعني بنينة نحيط اللي من يوم تاعي نجيب هدك الدجاج اللي كنت شويته معاكم هكدا ونحطوه في الكاسكروت أو في صون دويتش تاعنا الخبز اللي خدمناه في البيت خبز منزلي ولا أروع صدقوني ولا أروع يعطيك واحد الضوق بسم الله ما شاء الله هكدا نحطوه لداخل الكبدة تاعنا نستفها كاملة هكدا ولي عنده يحب يحط الفريط ويحب يحط زيادة أخرين يعني يحطوش يحب هنا نجيب هدك الجريء تاع الهبط الماء تاع الكبدة ونبدأ ونحطوه فيه هكدا كما كما تشوفوه يعني الكاسكروت مش حيجي يعني شاية جينا شوية طريق وفيه البلة هديك تقدر نمضغوه ونبلعوه بكل سهولة هاي الكاسكروت أنا رواجد بسم الله ما شاء الله لحب يدوق يجي يتفضل عن أبو ساجد بصحاتك من شاء الله وفي العيد هذا للناس اللي معيدة نقولهم صحة عيدكم وما تساويش فقير ما تساويش للناس اللي معيدتش تصدقوهم من كل الناحية كمية يعني شوية كبدة شوية الحمد هكدا والناس اللي معيدوهش نقولهم سبك من ربي وحسبون الله ونعمه لك ربي يحفظك من شاء الله هنا حطيت في طبق تاعي هذا كجريت على كبدة شوية كبدة شوية بفجوخ وهذا من كاسكروت هنا نكمل معكم مع مطبخ أبو ساجد عن نبي جابكم هذه وصفة رائعة سلام عليكم ورحمة الله وبركاته في وصفة قادمة إن شاء الله ونقلكم عيدكم مبارك كل عام وأنتم بخير ولا تنسونا من الدعاء سلام عليكم ورحمة الله